أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ترجمة نانسي قنقر 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 يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبوا قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد سكين أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأضلال في أعماتهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبل المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرْ وَلِكُلِّ قَوْمٍ آدُ إِنَّمَا أَنْتَ مِّنْ إِنَّمَا أَنْتَ مِّنْ الْأَوْحَامُ وَمَا تَذْدَانِ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقُدَارٍ فَإِنْ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّادَةِ الْكَبِيرُ الْبُتَعَالِ سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيظ الأرحام ترجمة نانسي قنقر كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر أسور القول ومن جهر به ومن هو مستقف بالليل وسارب بالنهار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر وينشئ السحابة افتقاد ويسبحه وعد بحمده والملائكة من خيفته ويوزل الصاعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يسكي لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسطك فيه إلى الماء ليبلغ غفاه وما هو ببالغه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وما دعاء الكافرين إلا في ظلال والله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكوا وظلالهم بالهدوء والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أبد تخلتم من دونه أولياء قل ألا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضررا قل لم يستوي الأعمار البصير قل أما تستوي الظلمات والنور قل أم جعلوا لله شرفاء خلقوا كخلقي فاتشاف الخلق عليهم وضعوا لله شرفاء خلقوا كخلقي قل أم جاء فاتشعور خلقوا كخلقي سماعك والأرض قل لله قل أبت خلق من دونك قل أبت خلق من دونك قل هل يستوي الأعمى والبصير أم أن تستوي الظلمات والنوح قل أبت خلق من دونك 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 كذلك يضرب الله الأمثال وللذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لأن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومؤواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثات والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ويخافون سوء الحساب ويخافون سوء الحساب وأطاعوا صلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويخافون سوء الحساب ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة وإن أولئك لهم عقب الدار جنات عذن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب السلام عليكم بما صغات الله 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 اشتركوا في القناة ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار اشتركوا في القناة من يشعه ويقذر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أنام الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَطُوبَا لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبُ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوا عَلَيْهِمْ لِتَثْلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ قَالَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيْرَا بِالْجِبَالُ أَوْ كُبْطِعَ بِالْأَرْضُ أَوْ كُلِّ مَبِيلْ قَالَوْ أَوْ كُبْطِعَ بِالْلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا قَالَوْ أَوْ كُبْطِعُ بِالْلَّهِ الْأَمْرِ اشتركوا في القناة أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لأذن ما سجمع ولا يزال الذين كفوا تصيفهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليتني الذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب صدق الله العظيم الله أكبر 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 شكرا